اهلا بكم من جديد عقد مجلس المناقصات والمزايدات اجتماعه الأسبوعي حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمختلف المناقصات الحكومية وقامت لجنة الفتح بمجلس المناقصات والمزايدات بفتح مظاريف 58 عطاء لعدد 14 مناقصة مطروحة من 8 جهات متصرفة واثناء الجلسة تم فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تشمل خدمة الطوارئ لشفط مياه الأمطار حيث تم استلام عشرة عطاءات لهذه المناقصة اضافة إلى ذلك فتح مناقصتين لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما فتحت اللجنة كذلك عطاءات مناقصة واحدة لوزارة شؤون الأعلام بشأن استبدال القطع الاستهلاكية كبطاريات أجهزة تخزين الكهرباء الاحتياطي في مجمع الوزارة وتم استلام عطاء واحد فقط لهذه المناقصة فيما فتحت اللجنة مناقصة واحدة لهيئة الكهرباء والماء وعلى صعيد قطاع النفط والغاز تم فتح أربع مناقصات لشركة نفط البحرين بابكو وفي السياق ذاته تم فتح عطاءات مناقصتين لشركة تطوير للبترول وفي الختام فتحت اللجنة مناقصة واحدة لحلبة البحرين الدولية وحضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات بلغ المتوسط اليومي للتداولات الإسبوعية لبورصة البحرين 724 ألفا وتسعة عشر دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألفا واربعمائة وخمسين سهما وسندا أما متوسط عدد الصفقات فقد بلغ سبعة وخمسين صفقة التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم والسندات المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين ألف ومائتين وتسعة وأربعين سهما وسندا وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها ثلاثة ملايين وستمائة وعشرين ألفا وثلاثة وتسعين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وسبعة وثمانين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ست وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم إثنى عشر شركة في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة جي إف إتش المالية في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية حافظ مطار دبي الدولي على مكانته بوصفه أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين مع بلوغ عدد المسافرين عبر المطار 64.5 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 وشهد الربع الثالث سفر 23.2 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي بانخفاض نسبته 2.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنهاية سبتمبر بلغت نسبة الانخفاض 4.5% مقارنة مع الفترة المقابلة العام الماضي ويعود هذا الانخفاض البسيط إلى إغلاق أحد مدرجي مطار دبي الدولي لمدة 45 يوما لإنجاز مشروع إعادة تأهيل المدرج خلال شهري أبريل ومايو المنصرمين فضلا عن الحظر العالمي على طراز بوينغ 737 ماكس منذ مارس من العام الجاري خفضت وكالة موديز انفسترز سيرفوس التصنيف الاعتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر وهو ما يعكس ضعف الجدار الاعتمانية للحكومة اللبنانية بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي وتأتي تلك الخطوة بعدما خفضت موديز يوم الثلاثاء الماضي تصنيف لبنان الاعتماني إلى CAA2 مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدول الديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد وقالت موديز انها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عودة وبلوم وبيبلوس إلى CAA2 من CAA1 وخفضت أيضا تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى CAA3 من CAA1 مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع وقالت موديز ينعكس ضعف الجدار الاعتمانية للحكومة اللبنانية على الجدار الاعتمانية للبنوك الثلاثة نظرا ينكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني وهو المصدر الرئيس للمخاطر التي تهددها النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اضرابوا أطقم ضيافة لوفت هانزا يدخل يومه الثاني بعد أن أصابها بالشلل في اليوم الأول ويجبر الشركة لفتح محادثات جديدة مع النقابة قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن حجم الدين العالمي بلغ رقما قياسيا ووصل إلى 188 تريليون دولار ليصبح الرقم الأعلى على الإطلاق وأضافت في المؤتمر السنوي العشرين للبحوث في واشنطن بأن حجم الدين العالمي العام والخاص على السواء بلغ رقما قياسيا ووصل إلى 188 تريليون دولار وكانت كريستين لاغارد رئيسة الصندوق السابقة دعت حكومات العالم إلى بذل قصار جهدها قبل عام لخفض مؤشر الذي كان آنذاك 182 تريليون دولار كما أشار تقرير حديث لصندوق النقد إلى أن ثلاثة دول استحوذت على أكثر من نصف ديون العالم وهي الولايات المتحدة والصين واليابان مشيرا إلى أن الدول الثلاث هي أبرز محركات التجارة العالمية وأن ارتفاع الديون قد يعني انهيارا عالميا قالت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن كيانات مملوكة للحكومة الصينية تجري محادثات لاستثمار خمسة إلى عشرة مليارات دولار في الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة آرامكو السعودية ومن بين الأطراف المشاركة في المناقشات المتعلقة بشراء أسهم في الطرح بحسب التقرير صندوق طريق الحرير الذي مقره بكين وشركة سينوبوك لإنتاج النفط المملوكة للدولة وصندوق الثروة السيادي مؤسسة الصين للاستثمار وضف التقرير أنه لا توجد التزامات مؤكدة حتى الآن وأن تشكيلة المستثمرين المشاركين وحجم الاستثمارات سيحددان في نهاية المطاف بناء على توجهات الحكومة الصينية وكانت آرامكو دشنت يوم الأحد طرحها الأولي معلنة عن نيتها لإدراج بالبورصة المحلية في عملية قد تصبح الأكبر من نوعها في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها المعتمدة على النفط وفي سياق منفصل اتفقت الصين والولايات المتحدة على إلغاء مرحلي متبادل للرسوم الجمركية فيما بينها كانا قد فرضاها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور وقالت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الإسبوعين الأخيرين على إلغاء الرسوم الجمركية بصورة متبادلة وعلى مراحل مختلفة وأوضح المتحدث باسم الوزارة جاوفينغ خلال إفادة صحفية دورية أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادل إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى المرحلة الواحدة من اتفاق التجارة مضيفا أن إلغاء الرسوم الجمركية شرط مهم لإبرام أي اتفاق بينهم والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية دخل إضراب أطقم ضيافة شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفت هانزا يومه الثاني اليوم بعد أن أصابها بالشلل في يومه الأول وتسبب الإضراب في إلغاء حوالي 700 رحلة من أصل 1100 رحلة مقررة على أن يتم إلغاء 600 رحلة اليوم ومن المتوقع أن يتأثر بهذا الإضراب الذي يستمر يومين حوالي 180 ألف مسافر ودع الرئيس التنفيذي لوفت هانزا كارستين سبور لإجراء محادثات جديدة مع نقابة أوفو لتسوية نزاع أطقم الضيافة بشأن الأجور وظروف العمل